السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم في موضوعات كثيرة لو أحبدي حكي فيها لكن حبيت أفرضيكم منظر الثلج حياكم الله أهلا ومرحبا بكم ألف مئة أهلين وسهلين حياكم الله جميعا طبعا عندي الآن أنا قبل دقائق سلينا الفجر يعني بس طالعين نصرات الفجر الحمد لله فصباحية الثلج أحببت أن أتشارك معكم في هذا المنظر بعض الناس يحبون منظر نزول الثلج خاصة في بداياتهم طبعا أبث لكم من شرق كندا من مقاطعة انتيريو الآن أنا في مدينة ميسيساقة اللي بسميها بعض الكنديين أرب ساقة من كثرة وجود العرب المسلمين فيها الحمد لله الله يكثر خيرهم إن شاء الله حياكم الله جميعا طبعا في موضوعات كثيرة كثيرة واحب ليحكي فيها لكن لبثوث أخرى إن شاء الله فقط حياكم الله جميعا أشاء الله أن يقف بأس الظالمين عن المظلومين وأن يرزقكم جميعا من خيري الدنيا والآخرة وإن شاء الله ما تنسونا من دعائكم فقط الهدف أنا مش قادر أشوف أي ملحوظات طبعا قد حبيت كنت استمتعوا بمنظر الثلج لمن يحب هناك من لا يحب الثلج لكن منظر الثلج صباحا في ناس بتعشقه الصحيح سبحان الله سبحان الخالق سبحان الخالق لا إله إلا الله والله أستغرب أستغرب كيف لسه في ملحدين في الدنيا هذه العظمة كلتها بالصدفة إنهم يا الله يا الله لا إله إلا الله يا أخوة ترى في كثير من الناس محرومين حرمان حقيقيا من فكرة أنهم يستمتعون بمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى فكرة لما نحكي سبحان الله مش كل ما هيكة من حكا لا لا سبحان الله من قلبك فعلا لما تشعر أن الله سبحانه وتعالى هذا اللي عم نشوفه جزء من عظمته اللي رفضين ترى الإسلام ما بدأ أقول رفضيني لا 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 هذا كلام ما كلام الفاضي اللي بهذرفه في بعض الناس يا أخي لا لا وإش دين حق إلا الإسلام الآن انتهى الموضوع هاي الصورة تكون واضحة اللي رفضين الإسلام مسكين كثير رايح عليهم من خير كير كير فأستغرب من اللي ماخذين قرار بموضوع العلمانية المتطرفة الكثير الأحيان هي أقرب للكفر والإلحاد بعض الأحيان لأنه هو بيقول عن حاله علمانية بس عمليه رافض كل شيء هو قد يكون أقرب للملحد دون أن يدري لا أدري لكن على كل حال على كل حال اللي ذكرنا في الموضوع عظمة خلق الله سبحانه وتعالى تخيل الذي يخلق هذا الخلق وهذا الجمال وهذه الروعة بهذا التنسيق وهذا الثلج اللي بنزل وهو ما ينزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى بهذا اللون تخيل لو هذا تخيل كان عشوائية قال من الصدفة وأمنا الطبيعة تقربت الأمهم الطبيعة على قولتهم المساكين قربت الطبيعة تنزل الثلج لونه أسود تخيل كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار سبحان الله جمال خلق الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله جمال خلق الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله شكرا فسلالله في موضوعات كثيرة جدا 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 ممكن أنني أنى أحكي فيها لكن إن شاء الله بس الأردن يسرنا ابتدأت الشاحنات الآن في تنظيف أو في البدأ في تنظيف بعض الطرق عالم عجيب وعلى أقل في الأردن بالثلج عندنا مرة أو مرتين في السنة بس هنا هنا جزء من الحياة لما يرتدي الفنش موضوع التنظيف التنظيف الشوارع ثم أرجع أقول فيش موضوع مباشر الآن حاب أحكي فيه لأنه عندي موضوعات كثيرة حاب وجها لوجها تحكي فيها بهدوء لكن الآن شفت هذا المنظر حبيتك فس هيك ربنا سبحانه وتعالى كما أكرمني بجمالي هذا المنظر لماذا أحب أن يستمتع بهذا المنظر سبحان الخالق سبحان الخالق لا إله إلا الله سبحان الخالق لا إله إلا الله جمال خلق الله سبحانه وتعالى طبعا اليوم صبح الأحد تعرفوا قبل شفت هذا المفجر غالبيت الناس ما زالت نايمة اليوم عطلة عطلة في كندا يعني أنا ببثلكم من مقاطعة انتيريا شرق كندا فالشوارع تقريبا فاضية فبتكون الموضوع سهل على السلطات التنظيف تنظيف الشوارع سبحان الخالق لا إله إلا الله حياكم الله جميعا حياكم الله جميعا يا أهلا ومرحبا وأكرر وأعيد وأقول ما في موضوع مباشر سأتحدث به أكثر من فقط إنكم بستمتعوا بمنظر الثلج المشي صباحا أو بين قصين الجزدرة الصباحية طبعا أنا بسترجيش أجزدر على الرجلي درجة الحرارة لآن تقريبا حوالي ناقص أربعة ناقص خمسة إذا مش ناقص سبعة أنا هنا في إشي اسمه درجة الحرارة الرقمية فيه اللي بسموه يعني قداش بتشعر واقعا أنت فيها طبعا شايفين الناس طبعا من هنا وما الوضع الطبيعي بيطلعوا يمشوا قلابهم بيد عنكم طبعا أنا بذكرني ببعض بعض بدون ما نعمم المتطرفات جدا من النسويات اللي بتشعر بال يعني بالتكبر والقرف من أنها تخلف وتحمل وتولد ودقول هذا مش مفرخة أقول أنا أدير بالي على بابيات أو ترفض أصل فكرة الزواج والولادة والترباية لأنه مش من مقامها لكن لو إجت عاشت في الغرب وربت كلب ما ترى بأس أبدا تطلع السع زي مايتم شايفين هذا المنظر هلا طبعا أنا الكاميرا ما بفرجكوا كل شيء لكن حوالي يمين ويسار وانا ما شف السيارة عشرات من اللي طالعين بيقزدروا كلابهم طبعا الحرارة بره فريزر طبعا تسعين بالمية من اللي عم بيقزدروا كلابهم ستات بنات فما عندها مشكلة تطلع وتجمد بعدها بقانون هنا يا ويل ويل إذا كانت تبعها عمل يعني أخرج فضلات ما إجت بالكيس مسكت الفضلات وحطتهم ولضفتهم وحطتهم بكيس الزبالة وخالفتها بعدلة فعجيب عجيب الإنسان الإنسان غلمه لنفسه وجهله يعني بعض أصحاب التطرف الليبرالي والعلماني لا ترى مشكلة أبدا تقزدر الكلب ساعة كاملة الصبح في درجة حرارة زي هاي وتدير بالها عليه وتضضف واسخوه لكن ترى مهين إلها إنها تكون تحت سلطة الرجل تخلف منه وتكون بحاجة إنها تخلف منه وتربي له ابنه هاي مش طرحات تبعتهم وبحكيها وتقعد تحفظ وتغسل وتضضف مقامها أعلى من هيك لكن ما عندها مشكلة أبدا إنها تنظف للكلب وتقزدر للكلب الصبح ستشوف الإنسان كيف لما يسلم نفسه لأهواء وشهواته سبحان الله لا ينزل بنفسه إلا إلى الهاوية سبحان الله طبعا عندي موضوعات كثيرة شوي شوي رح نحكي فيها إن شاء الله تحية تحية لكل صاحب مبدأ كل صاحب أخلاق لا يتنازل عن مبادئه ولا يتهاون وتحية لكل من ينصر مستضعفا كائنا من كان هذا واحدة الموضوعات رح نحكي فيها إن شاء الله بإذن الله واحدة الموضوعات رح نحكي فيها ما يسمى من الدجل اللي عم بيروجون بعض اللي هو موضوع الديانات الإبراهيمية أو الديانة الإبراهيمية شو موقف اليهود والمسيحيين والمسلمين منها يعني مليش يروج إليها هاي ممكن شوي قريبا ندرجش فيها إن شاء الله بإذن الله في أكثر الموضوع لكن الآن فقط حبيتنا نشوفوا منظر الثلج زي ما بيقولوا بالإنجليزي إن كنت ممن يحبوا منظر الثلج في ناس ما بيطيقوا الثلج حبوش البرد سبحان الله لا الله لا إله إلا الله جمال البيض إلو 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 رحمه طلعوا أحلاه سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الله طلعك في الساحة أحلاه لما تكون بيضاء مليئة سبحان الذي أبدع يا الله ما أجمل المنظر طلعوا طلعوا إذا ما طلعنا من هذا البث إلا فقط إنه ذكرنا بعض نحكي مع بعض سبحان الله بس سبحان الله والحمد لله على نعماء بس يا كفين إن شاء الله نكون مع بعض هيا نسبحنا مع بعض في هسا على اللايف أنا عيني مش قادر تشوف لأنه الموبايل بعيد عني كأني شايف رقم 500 مش عارف 500 و 300 لو قلنا هدول 500 مع بعض نقول مع بعض يلا ثلاث ثلاثين مرة سبحان الله سبحان الله هاي لحالة نعمة سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث إشارة نستوب هاي حتى لو الشارع فاضي ولا حالة والساعة خمس الفجر ونازم توقف تعود نفسك عن نظام إنك تقف عند إشارات الوطف تماما زي عندنا الآن صح؟ أصلا هنا عندنا سامح مول هما ما عندهم صح؟ كيف يقولوا؟ سبحان الله يا الله يا الله يا الله وأنا جايين عند صاحبنا تم هورتنز نبتدئ الشغل الله 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 ما أجمل أعظيم خلق الله سبحانه وتعالى يا الله يا الله عظيم خلق الله سبحانه وتعالى الجمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بخيري الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا وزا ما قلت لكم الرجاء على الأقل على الأقل تذكيرا من هذا البث رائع أنك تشعر بلذة صلاة الفجر جماعة أنت وأهل بيتك وإذا بتقدر تروح المسجد أحسن وأحسن وتبتدئ صباحك بعد صلاة الفجر جماعة وتفعل ما تريد بعدها من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أخليكم معي أخليكم معي بس إيش ناخد أتفرجكم إياها مباشرة وين هاي سلام عليكم سبحان الله نصيبكم معنا أن نشهد مع بعض نزول أول فلجة على فكرة هاي أول فلجة في المنطقة اللي احنا فيها فدر الله سبحانه وتعالى طبعا ما سألت كمش نسمعين الصوت يعني مش شايف سبحان الله فارجيكم هسا بعض يمكن المنظر يكون أجمل من السيارة بس نسكر السيارة نرتب أمورنا ايوه طلعوا هسا هسا مش شا الله ما شاء الله ما شاء الله طلع جميل خلق الله سبحانه وتعالى طلع جميل ما شاء الله من أجمل مناظرها فكرة وقت مزول الثلج الجماله أجمل من بعد ما تشوفه نازل وصافي الدنيا تشعر بمتعة تحس كأنه بركات السماء ربنا هيك يا منزلك يا طلع طلع جميل ما شاء الله طبعا الكاميرا ما بتعطيكه بالضبط الجمال دقة حبات الثلج ربنا نشوفها سبحان الله يا الله طبعا مش عركة الطاقس عندكم بعمان تخصيصا طبعا نسأل هنا احنا منسأل عن عمان تخصيصا عن الأردن يعني صعب الواحد يسأل عن كل بلاد الثانية منظل شوقه لبلده ما شاء الله في ناس جمدوا من الصورة طلعا ما اجمل المنظر رزول الثلج له هيبة والله مع انه لسا في بدايته يا اخوة بدايته بدايته ما يلوس يعني ممكن ساعة زمن لكن سبحان الله طبعا قبل ما انا اجمد انا نفسي بدي الحق اودعكو بس ونقولكو طيب هذا البث هدف منه فقط السلام والتحية ومع بعض نحكي سبحان الله على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى الله نصرع لسيدنا محمد طبعا كالعادة إن شاء الله في موضوعات كثرة نحكي فيها كالعادة اكرر اعتذاري من اي انسان يعني يحتاج للتواصل الشخصي لاني انا بتعامل مع هذا الضخم جدا جدا هنا وعندي يعني من الالتزامات الضخمة ما تمنعني من فتح هذا الباب لا أستطيع اعتذر من كل من يعني بكل ود وأخوه لا أستطيع من باب حجم الانشغال إن شاء الله الله يجزيكم الخير وكلكم وبارك فيكم السلام عليكم